وفي مجال الإمداد وعلى الرغم من أن أرض العمليات تبعد أكثر من ثلاثة ألاف ميل فقد نجحت قواتنا المسلحة في نقل القوات والإمدادات والأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والمساعدات الإنسانية في طوال سنوات الخمس الماضية باستخدام جميع وسائل النقل البري والبحري والجوي وعبر قاعدتي إمداد متقدمتين في أراضي دول شقيقة وصديقة وعلى سبيل المثال للحصر فقد تم تنفيذ أكثر من ألف رحلة بحرية جرى خلالها نقل ملايين الأطنان وبعد تحرير كل مدينة ومحافظة ونتيجة لغياب القوات الأمن واجهنا تحدي تأمين المدن المحررة وليعلم الجميع وأقولها هنا للتاريخ بأننا كنا نقاتل ثلاثة أعداء في آن واحد الإنقلابي الحوثي والإخوان المسلمون وطابورهم الخامس والإرهاب القاعدي والداعشي فلم يكن للتحرير أن يكتمل دون فرض الأمن والأمان والتعامل باحتراف قتالي مع أولئك الأعداء فلذلك تم تجنيد وتدريب وتجهيز أكثر من مئتي ألف جندي يمني في المناطق المحررة لقد واكب كل تلك الجهود في اليمن استمرار أداء قواتكم المسلحة لمهامها ووجباتها داخل الدولة دون تفريط في حماية أراضيها وسمائها ومياهها وحدودها وسواحيلها ترجمة نانسي قنقر